بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نتحدث اليوم في الوحدة الثانية عشر من السلوك التنظيمي وتحديدا عن موضوع الصراع التنظيمي ونقول أن قضية الإنسان في المؤسسات الاجتماعية ابتداء من الأسرة والجماعة والتنظيم والمجتمع جعلته معرض بصورة مستمرة وكبيرة ليكون طرفا في شكل من أشكال الصراع والنزاع ومرد ذلك يرجع إلى الاختلاف في الميول والرغبات والتطلعات والخبرات والقيم والأهداف والاتجاهات وقيرها ونهدف من خلال هذا الفصل التعرف على مفهوم الصراع وثم كيفية إدارة الصراع أو التمكن من إدارة الصراع ومثل ما ذكرنا أن الصراع هو ظاهرة موجودة في مجتمعاتنا موجودة في منظماتنا موجودة في أي مكان هذا النذاع بأشكاله المختلفة وبالتالي نقول أننا خلال هذا الفصل نتحدث عن مفهوم الصراع وأهميته ودراسة الصراع ومستويات الصراع ومناهج التي تحدثت عن الصراع ومصادره وكيفية التعامل مع إدارة الصراع أو الاستراتيجيات المختلفة لإدارة الصراع أولا نبدأ بمفهوم الصراع وعرف مارش وسايمون بأن الصراع هو ذلك الحق أو ذلك التقيير عفوا أو الاختلال الذي يطرأ على السلوك المعتاد مما يؤدي إلى تعطيل ديناميكية أو نظام اتخاذ القرارات وهذا يدل على أن الصراع يكون فيه تناحر بين طرفين ويعتقد الطرفين بأن هناك تضارب في الأهداف والموارد أو في الأفكار وبالتالي يتدخل كل طرف لتحقيق أهدافه والقضاء على الطرف الآخر وهذا يؤثر على نظام اتخاذ القرارات لديه وبالتالي نقول أن الصراع هو نذاع بين أفراد أو جماعات وبيكون كل طرف لديه هدف أساسي وجوهري وهو هذيمة هذيمة الطرف الآخر أو القضاء على الطرف الآخر كل طرف يسعى إلى القضاء على الخص حتى يستطيع أن يحقق أهدافه وهذا يقودنا على أن كل طرف يسعى إلى الإضرار بالطرف الآخر وهذا يتضح عند الحديث عن أهم الخصائص الأساسية للصراع وهي تتمثل في الآتي الخاصية الأولى وعي كل طرف من أطراف النزاع وإدراكه للطرف الآخر والخاصية الثانية حرص كل طرف من الأطراف إلحاق الضرر على الطرف الآخر والخاصية السالثة هي القدرة على إحداث ذلك الضرر أو قدرة الأطراف على إلحاق الضرر ببعضهم البعض والصراع إذن وسيلة للتعبير عن التردد والتأزم بمظاهر مختلفة من السلوك تشكل في مجملها مظهر من مظاهر الصرع استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله